تتزامن مع موجة التسريبات الإسرائيلية التي تشي بقرب التوصل إلى حل ديبلوماسي للحرب مع لبنان لأن هذه التسريبات تبدو مقصودة ضمن ما ينظر إليه على أنه لعبة يخوضها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيمين نتنياهو وحكومته فحوى هذه التسريبات أن إسرائيل حققت أهدافها من عملياتها العسكرية وبالتالي تصبح الحكومة قادرة على التسويق للحل السياسي في مقابل هذه القراءة مصار آخر يشكك أصلا في نوايا نتنياهو الذي وضع أهداف بعيدة المدى وقال أن استراتيجيته قد تستمر لسنوات وردا على ذلك توجه الكثير من الاتهامات لنتنياهو بسعيه للالتفاف مجددا على كل التوصيات العسكرية بسبب رغبته بإطالة أمد الحرب دون فهم حقيقة ما يريده وقد تعززت هذه الشكوك مع تجدد الخلاف بينه وبين وزير دفاعه يو أف جالنت الذي يعتبر أن نتنياهو لا يضع استراتيجية واضحة للخروج من الحرب بعد اغتيال أمين عام حزب الله حسن نصر الله ورئيس المجلس التنفيذي هاشم صفي الدين والكثير من القيادات العسكرية والأمنية في الحزب نصح الجيش الإسرائيلي مجددا نتنياهو باستغلال الفرصة لإعلان الانتصار والانقراط في مفاوضات سياسية لكن نتنياهو لم يصغي لنصائح ضباطه ويصر على المضي في حرب برية ضد حزب الله حرب يراهن عليها الأخير لإلحاق خسائر في صفوف الجيش الإسرائيلي إلا أن نتنياهو في المقابل يوحي بقبول الدخول بالمفاوضات في مرواغة يبدو أنه يحاول من خلالها كسب الوقت للوصول إلى ما بعد الانتخابات الأمريكية ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اعلن المتحدث باسم قوات اليونيفال في لبنان أنه منذ الأول من أكتوبر تعرضت القوة الدولية لأكثر من ثلاثين حادثا ما أدى لإلحاق أضرار بمنتلكاتها ومنشآتها وإصابة عدد من عناصرها أوضح أنها القوة تعرضت إلى عشرين إطلاق نار إضافة إلى تحركات للقوات الإسرائيلية سبعة منها على الأقل كانت متعمدة اليونيفال أعربت عن قلاقها من استهداف قواتها أثناء قيامها بمهمتها كذلك استهداف الكاميرات والإضاءة وبراج المراقبة التابعة لها بشكل متعمد من قبل القوات الإسرائيلية مؤكدة أن أعمال كل من الجيش الإسرائيلي وحزب الله تعرض قواتها للخطر في جنوب لبنان من الناصر الكاتب الصحفي المتخصص في الشؤون الإسرائيلية نظير مجلي أهلا بك معنا على شاشة الحدث وفي استوديو الحدث فيما يتعلق بالتسريبات وزيرة هوكشتاين إلى إسرائيل والحديث عن مراوغة لا تنتهي من قبل نتنياهو حقيقة هذا التسريب الذي يرى الكثيرون بأنه تسريب غير بريء من قبل إسرائيل وكررته في أكثر من مناسبة في المفاوضات المتعلقة بقطاع غزة ولمدة عام كانت تسرب بعض البنود الدقيقة والتفصيلية حتى تخرج للعلن ويعترض عليها الطرف الآخر قبل أن الذهاب لمناقشات حقيقية حولها هل هذا ما يفعله نتنياهو أيضا هذه المرة؟ مرحبا بك العزيزة والحباء والمشاهدين والمشاهدات هذا هو الانتباع العام أيضا في إسرائيل وخصوصا في الأجهزة الأمنية الإسرائيلية ووزارة الأمن بقيادة جالنت الجميع يشكك في نوايا نتنياهو ويعتقدون أنه مجرد مناورات ولكن هذا الجو في عام في إسرائيل هو أن هذه الحرب استنفذت نفسها تماما وهذا موقف الجيش وهذا تسريب من الجيش ولذلك أنا الأوان لأنت توقف لحققت مكاسب أساسية وينبغي تحويلها إلى مكاسب استراتيجية كما تقول الإدارة الأمريكية ولكن نتنياهو طبعا كعادته يحاول أن يبتز أكثر ولديه في الخلفية ما يقوله في نقاشه مع القيادات الأمنية أنكم كنتم تريدون أن لا أدخل إلى رفح ودخلت إلى رفح هي النتيجة قتلنا السنوار ولم تريدوا لنا أشتيح غزة بالمرة بريا ونحن نجحنا كل مرة كنت أنا أصر على شيء كان يأتي بنتيجة أفضل للجيش والحكومة ولهذا أعطوني مجال أن أرصد أفضل ولكن هذا الجيش الذي هو من المفترض يحارب ويخذ هذه المعركة على الأرض الجيش الإسرائيلي هو نفسه يقول أعلن الانتصار أنت حققت الكثير في لبنان قتلت الأمين العام لحزب الله وقيادات وعناصر الجيش الذي يحارب ويتكبت خسائر يومية يقول أنه يمكن الاعتراب بالإنجاز نعم ويقول أكثر من ذلك يقول نحن الآن مخسر إذا بقينا في هذا الوضع فستطرح الوضع أننا موجودون في حرب استنزاب وهذه الحرب فقط تكلفنا ونموذج صغير لذلك ما هو يحصل في جباليا الجيش الإسرائيلي يريد أن ينسحب من جباليا أنهى المهمات التي وضعها لنفسه ونتنياهو يصر على أن يبقى هناك ويقول الجيش والجمهور والإعلام أيضا في إسرائيل يقولون الآن هذا يكلفنا ثمنا باهضا ويؤدي بالتالي إلى خسارة المكاسب الكبيرة التي حققناها على الصعيد العسكري وهذه القسارة تصبح فيما بعد خسارة استراتيجية ولذلك نتنياهو يكونون يقود حرب على ثماني جبهات الثامنة هي مع إسرائيل في السياسة وفي ضد الحكومة ومع هذا يجب أن لا نستبعد أن يكون في نهاية المطافة للضغط الجمهوري في إسرائيل وللضغط الأمريكي أيضا إمكانية للنجاح ولو في التقدم قليلا إلى الأمام وليس بالضرورة أن يتم اتفاق ولكن الاحتمالات لأن يكون هناك اتفاق لم يقضي عليها نتنياهو حتى الآن ولذلك حقيقة ما فرص أن يكون هناك اتفاق نتنياهو يتحدث عن اتفاق طويل الأمد أو بقاء طويل الأمد ولا ننسى أبدا في الحسابات لأنه مهم الانتخابات الأمريكية وهي على بعد أيام من الآن أقل من أسبوع على هذه الانتخابات وبالتالي أي حديث من نتنياهو أي تسريب أي تفاصيل متعلقة بأي اتفاق لوقف إطلاق النار هل هي فقط للاستهلاك الوقت حتى يوم الانتخابات؟ هل هذا هو الشعور داخل إسرائيل؟ يعني واحدة من الساحات التي يحارب فيها نتنياهو هذه الحرب هي أيضا الانتخابات الأمريكية هو يتدخل فيها لصالح الرئيس المرشح بالرئاسة ترامب ولا يخفي ذلك لكنه يأخذ فعيد الاعتبار احتمال أن يخسر ترامب ولهذا يحاول أن يناور لا يريد أن يدخل في صدام مباشر مع إدارة بايدن حتى لا يخسر في المستقبل أمام أرس وفي نفس الوقت لا يريد أن يمس في ترامب لأن ردود فعل ترامب قد تكون عنيفة ضد السياسة الإسرائيلية ولهذا هو يناور على كل الاتجاهات ومع ذلك يعني يبقي ثغرة من الممكن خلالها إذا كانت هناك نشأ الظروف والإدارة الأمريكية أسرت على موقفها مثلما أسرت في قضية إيران والجبهة الإيرانية أيضا مقودة فعلاً اعتبار هنا إيران الآن تهدد بأن تكون بالرد على الهجوم الإسرائيلي وتحدث عن هجوم ما قبل الانتخابات الأمريكية وعند إذن الولايات الإسرائيل بحاجة للولايات المتحدة فإذا جاءت الولايات المتحدة ووضعت صفقة من رزمة أننا نقف إلى جانبكم في مواجهة إيران ولكن قفوا معنا لكي ننهي ملفي الحرب في لبنان وفي غزة نعم فيما يتعلق أيضاً ببعض البنود نحن نتحدث عن البنود المسربة أقصد أنه لا يتم الحديث عن وقف الإطلاق النار يتم الحديث عن هدنة ستين يوماً هل هذا ما يتداول أيضاً في الداخل الإسرائيلي؟ هل هذا ما سيطرح على هوجستين اليوم؟ التسريبات تقول أن هوجستين هو الذي تبنى الموقف الإسرائيلي في هذه الناحية وهو الذي يأتي به لأنه لا أحد يضمن حزب الله مثلاً هل هو فعلاً معني بأن يوقف إطلاق النار؟ حزب الله يربط الأمور أيضاً من غزة أولاً ومع الوضع في إيران أيضاً يعني إذا لم تنتهي إجابة إيران من المشكوك في أن يوافق حزب الله على أن يوقف إطلاق النار وذلك يقولون نقود تجربة لمدة ستين يوماً وخلال ستين يوماً تجري على الأرض عدة تحركات إيجابية باتجاه الحل أو سلبية باتجاه منع الحل ولهذا لا يستطيعون الآن حتى حزب الله لا يستطيع الآن أن يقول وقف كامل لإطلاق النار الهدنة تعني وقف النار ولكن تعني أيضاً أن يستطيع الجيش الإسرائيلي أن يواجه ضربات في لبنان إذا اشتبه بأن هناك خلية حزب الله تريد أن تتقدم نحو إسرائيل أنت ذكرت إيران وإيران دائماً حاضرة في هذا الملف ولكن فيما يتعلق بتصريحات إسرائيلية أخيرة تتحدث عن أن يتم البحث في رد استباقي هكذا وصف من قبل الجيش الإسرائيلي على إيران مرة أخرى هل هذا مطروح الآن؟ دائماً هذا مطروح في إسرائيل يعني باتوا يؤمنون أكثر في قضية الرد الاستباقي ولكن لهذا الغرض جاء كوريلا مايكل كوريلا رئيس القوات الأمريكية في المنطقة الوسطى جاء لكي يكون هناك تنسيق ما بين الطرفين ليس ضربة استباقية لا يريد أن يبادروا إلى حرب عشية الانتخابات الأمريكية بالطبع وعموماً لأن في نهاية المطاف أمريكا ستكون إلى جانب إسرائيل في هذه الحرب ولهذا يجب أن تكون شريكة في اختيار الموعد والأهداف ولكن في إسرائيل يوجد شعور بأن الوضع في إيران ضعيف للغاية وهذا هو الوقت وهذه بل هي فرصة تاريخية لتوجيه ضربة أقسى لإيران الآن لكنهم يريدون جار الولايات المتحدة لهذه الضربة وليس إسرائيل لوعدها نعم شكرا جزيلا لك الكاتب الصحفي المتخصص في الشؤون الإسرائيلية نظير مجالي كنت معنا من الناصرة شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك